اشتركوا في القناة تمام؟ فتابعونا ان شاء الله النهاردة في الفيديو عشان نقول لكم على كل حاجة وأماكن المدارس دي فين وأنواعها ايه وكم مدرسة موجودين بالزبط ومن اللي قدموا الشروط ومميزات وكل حاجة عن المدرسة دي فتابعونا في الفيديو ده للنهاية عشان تعرفوا كل حاجة ان شاء الله بإذن الله تمام؟ ياريت لو بتزرنا في القناة الاول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ورايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدهم تمام؟ مدارس غب مدور للسيارات المدارس دي نظامها ايه وتقع فين؟ وكل حاجة عنها هنعرفها النهاردة ان شاء الله بإذن الله والتنسيق بتاع بتاع السنة اللي فاتت ايه؟ أخدوها السنة اللي فاتت طبعا المدارس دي من أبرز المدارس اللي فاتت طبعا الطلاب الحصنين على الشهادة الاعدادية ودي مدرستين تابعين لها الاولى منهم تخصص صيانة سيارات ومركبات خفيفة وإصلاح حياك للسيارات ودهان السيارات واستعملت سيارات النقل في حين أن المدرسة الثانية تعمل في تخص تخصص إصلاح هيكل السيارات ودهان هيكل السيارات وإصلاح المركبات الخفيفة يبقى احنا كده عندنا مدرستين عندنا مدرسة غبور واحد وغبور اتنين غبور واحد موجودة في 15 مايو المدرسة دي موجودة في 15 مايو وخصة بي كل سيارات النقل الخفيف وسيارات النقل السقين تمام؟ ومدرسة الثانية موجودة في الجيزة وتكون خاصة بسيارات النقل الخفيف فقط تكون سيارة النقل الخفيف فقط تمام؟ طيب ايه اللي بيميز المدرسة دي؟ او ما يميز هذه المدرسة؟ مدرسة غبورة عن باقي المدارسة المدارسة طبعا توفر للطلاب طبعا زي خاص بجانب التدريب العملي للطلاب أثناء الدراسة والبصات الخاصة طبعا من أقلهم إلى أماكن التدريب كما يحصل طبعا الطالب على مكافآت مالية طوال فترة التدريب بالإضافة إلى حصوله على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية تمام؟ كويس؟ او عشان شهادة تدريب ده وشهادة التي تأخذها بعد المدرسة عندها أخذ شهادة الحكومة أو شهادة حكومية وشهادة أنك أخذ فترة تدريب مطابقة للمواصفات المعايير الدولية هذه حاجة كويسة هي؟ تمام؟ تنسيقها السنة اللي فاتت، المدرسة دي خلت السنة اللي فاتت من 230، من 230 كحد أدنى تمام؟ والتنسيق طبعا ينطبق على المدرستين التابعين لمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية اللي هي المدرسة اللي موجودة في 15 مايو والمدرسة اللي موجودة في الجيزة ويمكن طبعا تقليل أو إكسار التنسيق حسب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ممكن، السنة دي يقيه للتنسيق؟ أو يزيد حاجات بسيطة يعني التنسيق ممكن يتغير السنة دي وهنعرف إن شاء الله أول ما التنسيق يفتح في واحد سبعة إن شاء الله بإذن الله تمام؟ طبعا طبعا شروط التقديم بقى في المدرسة دي ايه؟ على الطالب طبعا اكتياز اقتبارات القبول اللي هي تتمي بشكل سنوي كما يمكن لطالب اكتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي المدرسة دي حياة حلو قوي للبنات والبنين يمكن التقدم من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة محافظات الجمهورية كلها ممكن تقدم بس اللي لهم أولوية تلاتة القاهرة والقليوبية والجيزة ده معنى إيه؟ معنى إن هي هتقبل من الثلاث محافظات دول اللي هي محافظات القاهرة الكبرى طب لو احتاجت طلبة تكمل المدرستين هتاخد برضو من مستوى على مستوى الجمهورية تمام؟ يبدأ التقديم طبعا زي كما كان متعودة أو السنة اللي فاتت بدأ في ايه واحد سبعة إن شاء الله بإذن الله وطبعا الطالب والطالبة لازم يكونوا من الأبوين مصريين لازم يكون الأبوين مصريين تمام؟ طيب مدارس غبور دي دي ركز كويس لما نيجي نعرف المدارس دي مدة الدراسة قد إيه؟ قلنا ثلاث سنين هتتخصص في إيه؟ مركبات خفيفة إصلاح هياكل سيارات دهان هياكل السيارات وصيانة السيارات طبعا تضمن علوم أساسية وفنون تدريب عملي في المصانع التابعة لشركات أبوور الشهيرة يعني إيه مواد أساسية؟ المواد الأساسية العرب والحساب والإنجليزي المواد الأساسية اللي بيدرسوها الطلبة في المستوى السنوي وهيكون طبعا تدريب فترة تدريب بمكافآت مالية ويجب أن الطالب يكتاز الفترة تدريب دي وهتكون التدريب على يد خبراء دوليين معتمدين وتتيح المدرسة طبعا استكمال الدراسة في الجماعات والكليات الهندسية والتكنولوجية مهم جدا أن المدرسة دي متاح فيها التقديم في الكليات والتكنولوجية والهندسية تمام؟ زي ما احنا قلنا المدرسة دي من شروطها أن تفتح في واحد مايو الموقع الرسمي هنقدم ازاي؟ هنقدم من خلال الموقع الرسمي وهسيب لك الرابط بتاعه تحت اللي هو موقع وزارة التربية والتعليم تعليم الفني تمام؟ يكتاز الطلب طبعا اختبارات المقابلة الشخصية والكشف الطبي درجة القبول طبعا في تشغيل وإدارة المدرسة عقد طبعا ظهور نتيجة الإعدادية وطبعا زي ما احنا قلنا المتاح للبنين والبنات على مستوى الجمهورية وطبعا الأولوية للقاهرة والجيزة والقليوبية تمام؟ طبعا ده بديل رائع لايه؟ للسنوية العام تمام؟ نيجي بقى لحاجات مهمة هنعرفها هنا في الفيديو بتاعي النهار طبعا بقولك المدارس غبور دي مناهج العلوم الأساسية وأيضا علوم فنية في مجال التخصص الخاصة بكل طالب بالإضافة إلى وجود تدريب عملي وطبعا لتحقب عقب الشهادة الإعدادية مجموع لايقل عن 230 في الشهادة الإعدادية طبعا ده بناء على السنة اللي فاتت بطبعا بنين وبنات فتح يورو التقدم لهذه المدارس طبعا في شهر يوليو زي ما احنا ولا نجي نركز طبعا الشروط تاني يجي بالطالب حصل على الشهادة الإعدادية آه بتكون الشهادة الإعدادية بتاعت السنة اللي احنا موجودين فيها يعني احنا سنة عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين تمام؟ لا يزيد سن الطالب طبعا عن 18 سنة في أول اكتوبر من هذا العام وما يقلش عن 14 يجب أن يكتاز الطالب اختبارات القبول اللي بخطها وزارة التالبية والتعليم والتعليم الفني طبعا وينجح في المقابلة الشخصية والكشف الطبيب بالإضافة لاختبارات عملية إلى جانب من جانب طبعا المؤسسة الغبور للتنمية رابعا طبعا للتحق اهو يتاح للتحق من البني والبلد من جميع محافظات الجمهورية بس احنا قلنا الاولوية لمحافظات القاهرة الكبرى يجب أن نتقدم الالكترونية زي ما احنا قلنا موقع الوزارة اللي هسيبهوه لك تحت تمام؟ نجي بقى للعنوين الخاصة بمدرسة غبور طبعا عنوان الخاص بمدرسة غبور منطقة 6 اكتوبر الحي السادس المجورة السامنة محافظة الجيزة دي اللي هي غبور اتنين الخاصة بالسيارات والنقل الخفيف نجي للعنوان الخاص بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة منطقة 15 مايو مجورة 4 ممتدة من مدينة 15 مايو محافظة القاهرة دي اللي خاصة بالنقل الخفيف والنقل التقيل في بقى تدريب مهني سيارات كفر الزياد بالغربية طبعا نتابع برضو لغبور للتكنولوجيا التطبيقية بالقرب من مدرسة النابغة ميكانيكية في الدلغمون كفر الزياد وبرضو في مركز تدريب تاني تابع ليهم موجود في مبابا لمدارسة في شارع المطابع الأميريا كونيشن الفمبابا وفي طبعا مركز تدريب برضو مهني تابع ليهم في محرم بك في اسكندرية طبعا تابع لمدارسة الغبور التكنولوجيا التطبيقية شارع عبد المنع مرياض بجوار الصيد محرم بك الإسكندرية يعني اشتلت مركز تدريب خاصة بغبور للسيارات موجود على زي ما أنا قلتلكوا كده واحدة في الغربية واحدة في مبابا واحدة في اسكندرية اللي هيكون التدريب فيهم إن شاء الله بإذن الله تمام رقم التليفون الخاص بهم وهو هسيقول لك بار طبعا تحت فين في صندوق الوصف إن شاء الله بإذن الله طبعا وفي صفحة رسمية للمدرسة دي على الفيسبوك اسمها الصفحة الرسمية لمدرسة غبور للتكنولوجيا تمام المميزات لما احنا قلنا بقى المميزات بتاعتها تسمح طبعا المدرسة لدرسة البنين والبنات حلوة جدا لأن الناس زائل المرة اللي فاتت لما قلنا نتوشيبة للبنين فقط احنا بنتكلم هو البنين وبنات في مدرسة غبور للتكنولوجيا تمام لا تعتبر مدرسة داخلية مدرسة مش داخلية ولكن توفر أوتوبيسات تعمل على نقل الطلاب خلال التدريب العملي خارج المدرسة يتم طبعا التقديم في المدرس دي بحرية طبعا اختيار مكان المدرسة بنت لست يعني مش مجبر بالتوزيع الجغرافي يعني انت هتختار واحدة من الاثنين واحد او اثنين سواء اللي موجودة في 15 مايو او اللي موجودة في الجيزة تمام بعد انتهاء من مدة الدراسة يحصل الطالب على شهادة سنوية مصرية ذات جودة عالمية طبعا تمام خلال فتر الدراسة توفر المدرسة تدريب العملي وسيررف مكافئات للطلاب توفر مدرسة قبل السيطبعا التكنولوجيا تطبيقية فرصة تعيين بعد التخرج مباشرة ودي كويسة جدا طبعا توفر مناحل الطلاب المتفوقين ويتم يعفاهم من 70% من مصاريف طبعا الطلاب المتفوقين هيقفهم من مصاريف هل في مصاريف؟ اه وهنقولها الوقت ان شاء الله تكريم الطلاب المتفوقين اذا ما احنا اقول لما نحل الطلاب المتفوقين يعفاء 70% من مصاريفات تمام يوجد طبعا عدد من التخصصات مركبات خفيفة أبرصة إصلاح حياكل السيارات والدهان حياكل السيارات وسيونة النقل الخفيف والحافلات ده موجود ما احنا قلنا هو الثقافية والفنية في مجال التخصص بالضافة للتدريب العمل. احنا قلنا الدراسة مدتها كام? ثلاث سنوات. فيه حاجة بيقولك بيعتبرها عائب شوية اللي هو ارتفاع المصاريف. المصاريف كام? المصاريف في العام الواحد سبعة تلاف جنيه. طبعا تمام? وفلوس الدراسة اللي تشمل مصاريف هالمعدات والادوات اللي تستخدم في الدراسة. يعني كمان هيضيف عليهم مصاريف المعدات اللي هنستخدمها معانا فين? في الدراسة. خلاص? واحنا قلنا المتفوقين بيكون لهم اعفاء سبعين في المية. وزي ما احنا قلنا ده مدرسة دي اشكال او بعض صور مدرسة غبور واحد اللي موجودة فيه خمستاشر مايو. تمام? زي ما احنا قلنا برضو دي اللي موجودة في مركبات خفيفة واصلاح هيكل السيارات ودهان السيارات والنقل والنقل والحافلات. حصول شهادة عمليات توفير زي مدرسة مكافئات مالية. كل ده احنا قلنا مدارسة غبور واحد اللي هي موجودة فين? موجودة في ايه خمستاشر مايو. تمام? يا رب انها قدر الفيديو بتاعنا اليوم دي يكون عجبكم. واحنا بنتكلم على مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية. تمام? المدارس دي مهمة جدا للبنين والبنات. وزي ما احنا قلنا. المدارس متاحة تقديم فيها من اول واحد سبعة. ان شاء الله بازن الله. لو عايز اي حاجة من هنا اكتبها في التعليقات وهارد عليك ان شاء الله بازن الله بخصوص المدرسة دي او مدارس اخرى. ولو عايز اي مدارس اخرى اكتبها في التعليقات وهارد عليك وهعملها ان شاء الله فيديو بازن الله. ويا ريت لو نسا ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.